ترجمة نانسي قنقر مؤكدا سمو على ضرورة أن تتوحد جهود الجميع من أجل نهضة الوطن وازدهاره وكان صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصلك ضيبية صباح اليوم الدكتور علي أحمد عبد الله الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وخلال لقاء نوها صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به جمعية المنبر الوطني الإسلامي في الشأن الوطني وفق أسس وطنية تدعم الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وكد سمو أن أهم ما يميز مجتمع البحرين هو ثراؤه الفكري والثقافي وهو ما يجب أن نحافظ عليه ونعززه داعيا سمو إلى عدم الإنغلاق أو تبني منظور واحد في التعامل مع مختلف القضايا وأن يستثمر هذا التنوع في كل ما يخدم الوطن وشعبه وشدد صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء على أن التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب أن نكون جميعا يدا واحدة في الذود عن أمن الوطن واستقراره قائلا سموه لا مجامل في المحافظة على الوطن والدفاع عن مصالحه من جنبه أعرباء الدكتور علي أحمد عبد الله الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عن خالص الشكر والتقضي لصاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء المقر على دور سموه في دعم القضايا الوطنية والاستجابة إلى متطلبات المواطنين في ظل ما يتمتع به سموه من قلب كبير مؤكدا أن سموه له العديد من المواقف المشهودة والتي تحفظ مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر